اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتغلوا من الخميس للخميس ولكن زي ما وعدنا انه على حسب الاغلبية رح ننفذ الامر فشايف الاغلبية انا على يوم السبت فرح نعملها يوم السبت ان وجدت انا في الفترة القادمة انه عندي القدرة فممكن اني اعمل انا التوقعات من يوم الخميس ليوم السبت على اساس انه احنا ناخذ مدة تقريبا بحدود العشر ايام او تسع ايام يعني من قسم توقعات الاسبوعية على ثلاث عشريات يعني عشر 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 هيكي كأن شملنا الشهر وقسمنا على ثلاث دفعات فممكن انه هاي نعملها بالفترة القادمة ولكن بالبداية خلينا نبدأ اللي هي بتوقعاتنا من يوم السبت ومن انهي يوم السبت ان شاء الله تعالى طبعا السؤال هو بالنسبة للبخور او لتبخير البيوت او اللي يستخدم في العين والحسد المعروف او الاشي المتناقل ما بين الناس انه الحرمل حبت البركة الشبه الملح السكر الاشياء هاي كلها اللي انذكرت يعني هاي كلها هي من المتناقل ما بين الناس انه هم يبستخدموها فبتشيل العين وبتشيل الحسد وبتشيل السحر وبتشيل مش عارف ايش وهذا كلاما غلط غلط بغلط والدليل على هيك ايش هو صحيح انه بتيجو حبت البركة مباركة والشبه مش عارف ايش بتسوي والملح طاقة ايجابية وطاقة سلبية بنردخل في الامور الجدالية هاي كلها ياتو هادو مع الو علاقة هاي روحانيات مع الها علاقة لهبي كل الكلام هادو هاي ارواح او روحانيات هذا عالم موجود فانت بدك الاشي اللي بترد هذا العالم او اللي بيأثر على هذا العالم هذا واضح اتنين معروف انه ايشي ريحته غير جيدة او غير مستساغة او بتعمل ثقل على البني ادم او بالذائق البني ادمين معناته هي نفس الاشي بالذائق العالم الاخر وفي ناس اللي ما بتذائقوا منها اللي هم عكسنا يعني انت انسان مسلم مثلا او متدين او من اي دين كنت جاء داخلك طاهر فانت لما تيجي تشم اشي بذائقك معناته هو بذائق اللي شبيهك من الخلق الاخر ماشي ولكن مين اللي بيرغب الاشي هذا اللي غير مرغوب فيه اللي هو الاشي النقيد للك طيب نيجي نشرحها بمعنى اخر الشيطان شو اللي بيحبه بما انه زي ما تناقلوا انه بالخبث او الاشياء القذرة او الشياطين اجمالة بتحب الريحة المنفرة بتحب الاشياء اللي مش منيحة بتحب هاي الاشياء فانت لما تحط اشي يعني هذا سؤال اللي بحط شبه وبحط حرمل وبحط هذا ريحته حلوة انتو بتستسيغوه بتحبوه يعني بتستمتعوه انتو بتشموه فيه طبيعة الحل فمعناته ليش بنحط معناته اللي قالكو حطوه مين عشان يضللكو مين اللي قالكو حطوه شخص هو له علاقة في الهدولاك يعني بتعامل مع الهدولاك فانت بتحط للهدولاك في الموضوع وصلتكو المعلومة يعني هي ببساطة انا بحاولها وصللكو الرسالة طبعا امر الطيب امر معقد جدا امر كبير وعلم واسع جدا اكثر مما تتخيلوا يعني لدرجة انو يعني فيه من الاطياب مش زي اللي بتسمعوه العود والمخنز والاشياء هاي اللي موجودة بالخليج اللي هي الاطياب المخلطة اللي تستخدم الكامبودي او اللي بتحط عليها مواد واسعارها بتسمعوها بالالاف بالالاف والالاف 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 ومنها تصل للملايين كمان طبعا هادي مش بخور هادي طيب بني ادمين هذا اشي له علاقة فينا احنا من الطيب فيه صحيح انو مخلوط معا مواد كيموية واشياء زي هيك حتى لو كان مقطر بنحط عليه مواد بتخليك تدمن على ريحته والدلالة على هيك انو الانسان اللي ما بعيش في الخليج اول ما بيشم الريحة هاي بنفر منها ولكن لما يعتاد عليها بتصير الريحة جميلة وبصير يرغب انو هو يشمها فهي نوع من انواع الادمان اما البخور اللي احنا بنحكي عنه بخور هو ما العلاقة بهاي الاشياء البخور هو مواد صمغية طبيعية تستخرج من النبات رائحتها جميلة جدا اسعارها من البسيط جدا لغاية اللي بصل الاف الدنانير يعني برضو البخور الو اسعار ثمينة جدا 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 فوق ما انتو بتتصوروا وممكن الارقام هاي واحد يجي يقول لك معقول اه لا معقول وزيادة مش البخور اللي بنصبه فيه على العالم وبيجي اشخاص بقولك احنا منسحب الذهب ومنسحب المشعار في ايش وبدنا الزئباق وبدنا المشعار هذا كل ياته كلام فاضي كل ياته كلام فيه نصب كلام فيه مغالطات البخور ما الو علاقة في هاي الاشياء البخور بخور فعشان هيك يعني هاي لحالها قصة كبيرة فما مناش نخوض فيها عشان ما نشتتش الناس الافضل دائما انت عشان انت تنظف بيتك وعشان تخلي فيه طاقة ايجابية وتخلي فيه دائما فيه سكون في البيت استخدم الروائح الجميلة مهما كانت اي شيء بعطي ريحة جميلة في البيت هو جيد اي شيء بترتاح وانت بتشمه فيه ناس بتحب الليفندر فيه ناس بتحب الورد فيه ناس بتحب الاشياء الحادة فيه ناس بتحب الاشيي اللي فيه زي السبايسي هيك بيحرق شوي كل واحد على حسب طبيعته اجمل شيء حطه انت وحاول انه يكون طبيعي فهذا اشي بنظف البيت وبساعدك على طاقة ايجابية وعلى راحة بال وعلى راحة نفس داخل البيت اما الاشياء المصنعة او الكيموية والاشياء هاي ماشي ريحتها حلوة ولكن انه لو مثلا اللي عندهم مكيفات بكونوا مشغلينها يعني بعد ساعة لو اجي شمها بشم ريحة مش ممتازة لانها بتتفعل بشكل سلبي مع الالكوحول فعشان هيك بتسبب رواقح مش جيدة دائما استخدم الاشياء الجيدة يعني مثلا في ناس بتحب قشر البردين او قشر الليمون تحرقوه بتطلع ريحة حلوة الميرامية بتطلع ريحة حلوة مثلا الكزبرة بتعطي ريحة حلوة كل المواد هاي اي شيء بعطي ريحة حلوة اي اشي بطلع ريحة بطلع ابخرة هو بخور اي شيء بتحرقوه انت بطلع دخنة هو عبارة عن بخور اجمل الاشياء اللي انت بتستمتع في شمها هي اللي حاول انك تجربها على النار وتطلع ريحتها فقط لا غير خلينا نروح على توقعاتنا توقعاتنا اليوم طبعا ليوم الخميس اربعة ستة القمر موجود في العقرب رح ينتنقل ما بين منزلتين ما بين منزلت القلب اللي هي قلب العقرب اللي هي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح ينتقل في ساعات الصباح رح يدخل على منزلت الشولة اللي هي بتيجي فاصل ما بين العقرب وما بين القوس ومنزلت الشولة هاي للظفر وللتفريق وللسلامة والربح والخراب والتسليط يعني ممتزجة ما بين ايجابية وسلبية ولكن الزوايا الايجابية لكثير اليوم بتعزز الايجابيات اكثر من السلبيات تأثير القمر طبعا حكينا لما بكون موجود في العقرب في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه في هاي الفترة ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأة الضغوط العاطفية او الامور المحبطة بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية فلكية رح تكون هي بعد الحلقة زاوية تتليث ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة ثلاثة واربعين دقيقة مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية بين من الزوايا البطيئة برضو ايجابية هي زاوية اقتران بين الشمس والزهرة فعشان هيك بتدعم الشمس شوي ولكن انه زاوية التربيع اللي مع الشمس بتسويها سلبية فعشان هيك ما رح تكون قوية كثير هاي الزاوية او تأثيراتها قوية بالفترة هاي فعشان هيك زاوية الاقتران الايجابية بين الشمس والزهرة اللي رح تستمر كمان خمس ايام رح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاثة واربعين دقيقة مساء يعني بعد الحلقة بيصير عندنا نظرة ايجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام ساعة ثنتين واربعطاشر دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخاص وبيقوى الحدث وعليه فانو اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بمجالات كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديس برضو ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة ثمانية وستة وعشرين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة لآخر زاوية رح تكون معنا هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 11 وستة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية او في وقت هذه الزاوية اللي هو ساعة 11 وستة وثلاثين دقيقة بعد الظهر ببدأ خلو المسار خلو المسار رح يستمر لغايث الساعة خمسة وستعشر دقيقة مساء يعني بعد حلقة الغد فعشان هيك رح نكمل خلو المسار في حلقة الغد وانتقال للقوس فاليوم رح نذكر بس عن تواجد لآخر يوم في العقرب حكينا انه خلو المسار من الساعة 11 وستة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش للساعة خمسة وستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيش وبما انه القمر رح يكون موجود في العقرب معناته خلو المسار زي ما حكينا انه هو رح يبدأ يوم خمسة الشهر ولكن انه احنا ما رح نكمل عليه يعني ما رح نذكره يوم ستة في حلقة يوم ستة ان شاء الله منكمل عنه بالنسبة لعمر القمر القمر الاحدى بدأ بالاكتمال 13 يوم في تمام الساعة 3 و18 دقيقة مساء يعني عند غروب الشمس بصير 14 يوم نسبة الاضاءة بتصير 92% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى عشرين ستة المزاج ممتزج القمر في العقرب حتى خمسة ستة فاحنا رح نذكره يوم ستة ستة المزاج سعيد عطارد في السرطان حتى يوم 18 ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة بعدين بده يرجع للجدي مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم خمسة ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت يعني بيبدأ عملية التراجع يوم 23 ستة مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل تم فرصة لمكسب مالي من مصدر شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن أنه اليوم يتغير الوضع لصالحكم مع الشرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء بتتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ بتنشغل بمعاملة أو ملف طبعا القمر زي ما حكينا أنه موجود بالعقرب يعني موجود في البيت الثامن للكم بالنسبة للبيت الأول اليوم أحسن من يوم أمس اليوم في نوع من أنواع الإيجابية وخاصة من ساعة الظهر لغاية المساء تقريبا قوة الكواكب أو قوة القمر بتصير يعني تعطيك طاقة إيجابية أكثر يابتحس أنه اليوم عندك هيك ثقة بنفسك عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى المالي برضو في فرص جيد اليوم للاهتمام بالأمور المالية أو مسائل المالية أو تحصيل على بعض الأموال اللي بتيجي يا من عمل إضافي يا هبات يا مساعدات يا نوع من أنواع الدعم أو بتهتم ببعض المسائل المالية لكن منقول لك قلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة اليوم يعني بتعطيك طاقة أنك اليوم جيد بالمحاورة والنقاش وممكن أنك تناقش وتقنع أي شخص بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية برضو الأمور إيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الرابع فزي ما حكينا أنه البيت الرابع ضاغط طول طول الشهر ولكن أنه منضطر أنه نذكره فمنشوف أنه الأمور ما زالت ضاغطة بأي اهتمامات منزلية أو عائلية أو أمور إلها علاقة ببعض المستجدات اللي ممكن منها يكون في نوع من أنواع الحدية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء يعني شوي على المستوى العاطفي مش جيد كثير ولكن إجمالا أنه أقل من يعني فيها حدية بسيطة عن الروتيني فعشان هيك ممكن سوء الخلاف أو الحدية أو بعض الخلافات اللي تكون ما بينك وبين الحبيب أو أحد الأبناء في منكو ممكن يقلق على صحة أحد الأحباء أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايفه روتيني لغاية ساعات المساء بعدين بصير إيجابي بيدعمك بقوة ممكن تنشط ببعض الأعمال خلال هذا اليوم وتنجز بعض الأعمال ولكن أهمش إنك ما تهمل صحتك بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي جيد جدا وبيدعمك بثقة أو تعاون جيد ما بينك وبين الشريك ولكن إنه ممكن تظهر بعض الخلافات على حسب الطالع يعني أو بعض الحدية بالطباع على حسب شو برج الشخص أو طالع الشخص المقابل وشريكك ولكن إجمالا عندك الأجواء جيدة وقوية أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع ما زالت الأجواء ضاغطة لغاية ساعات الظهر بعدين الأجواء بتصير إيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص قارج البلاد أو اهتمام ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات أو أيشياء لها علاقة بالأمور التعليمية اللي عنده امتحان لغاية ساعات الظهر بده يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء تقريبا جيدة على مستوى السمعة وعلى مستوى العمل بالمؤسسات الكبيرة وممكن برضو تقدم اليوم لوظيفة أو طلب أو أشياء من هذا القبيل أو تعمل مقابلة واللي على رأس عمله بالمؤسسات هاي ممكن يصير في تعاون ما بينه وبين زميله أو رئيسه في العمل لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد برضو داعم بقوة خلال هذا اليوم فممكن يصير إما اتصال أو توافق ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو مساعدة الأصدقاء في أمر ما أو هم يساعدوك في أمر ما أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشانيك بتنجز أعمالك بالصورة الطبيعية وبتهتم بصحتك بالصورة الطبيعية ممكن تظهر بعض الأمور اللي لها علاقة بأحد الأحبة أو بصحتك بدك تنتبه ما ترهق حالك كثير مرج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكتكم حافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك ما تعرض لقاءاتك للفشل بتحمل هاي الفترة نوع من أنواع التوتر لأنها من أكثر أيام الشهر فيها ضغط لأنه مقابلك مباشرة بيكون القمر عشانيك حاذر من الخصام ما تعاند أحد اتجنب الخلافات كليا خصمك في الفترة هاي دائما بيكون أقوى منك لأنه طاقتك بتكون ضعيفة شوية طباعك ما بتكون هادية يعني بيكون عندك شوية هيك نوع من أنواع الحدية مش دائما ومش عند كل الأشخاص أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء إيجابية على المستوى النفسي رغم الضغط اللي بيجيك من البيت السابع ولكن نفسيا أحسن بتحس بطاقة أو إيجابية عالية جدا كل هذا اليوم أو ممكن تحدث بعض التغييرات اللي بتتعلق إما بالشكل أو باللبس أو بالهندام أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الأمور المالية ولكن برضو بتترافق في بعض الدفعات أو المصاريف أو الالتزامات المالية ممكن تحصل بعض الأموال من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات ولكن احذر من المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي لغاية ساعات المساء ممكن يصير في أمر إلو علاقة بالاتصالات أو المواصلات يعني تكثف اتصالاتك ومواصلاتك أو تنقلاتك في ساعات المساء ولكن في النهار تعاملك طبيعي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت ما زالت تحمل نوع من أنواع الضغط فعشان يكي بيسبب لك نوع من أنواع التوتر أو اهتمام في بعض المسائل البيتية أو العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس على مستوى البيت العاطفي هو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس أنا شايف الأجواء برضو روتينية على مستوى العمل على مستوى الصحة برضو بتتعامل بشكل روتيني مع هاي الأمور في ساعات المساء ممكن يصير فيه أشياء لصالحك إما عمال جديدة أو بداية عمل جديد أو أمر صحي بتتحسن منه أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي جيد بيدعمك بقوة يعني مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات ولكن بدك تعتذر أن طاقتك ضعيفة وبدك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط فعشان هيك ما نقول لك اليوم يعني حاول أنك تبتعد عن المشتريات أو المصاريف المالية ممكن تظهر بعض المسائل الحسابية أو المالية اللي تكون ضاغطة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأجواء برضو بتظل ضاغطة لغاية ساعات الظهر على مستوى بيت السفر والتنقلات والاتصالات البعيدة ولكن بعد ساعات الظهر الأجواء بتصير روتينية ممكن تنجزها بهدوء بدون أي حدية أو عصبية أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة فهو جيد بيدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي بتتعلق في مجال العمل وممكن برضو يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيت المتاعب برضو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك يتعاملك مع أصدقاءك وبرضو تعاملك مع نفسك وإنجاز أعمالك بيكون على حسب طبيعتك مرج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدول غباءكم خذوا قسط كافي من الراحة بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية بتعيد ترتيب الأوضاع وبتتحسن أحوالك بالنسبة للبيت الأول طبعا أنا شايف الأجواء تقريبا يعني أفضل من يوم أمس يعني نفسيا في ساعات ما بعد الظهر بتتحسن بتحس بطاقة إيجابية أو بتحس بنوع من أنواع تغيير المزاج أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي برضو جيدة بتحملك بعض الفرص المالية ولكن برضو ممكن تنهمك ببعض الدفعات أو المصاريف أو ممكن تهتم ببعض مشتريات الأشياء اللي مش ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء متقلب اليوم على مستوى يعني روتيني بتكون بالحركة بعدين بتصير نشيط بعدين ترجع روتيني بعدين نشيط فعشان هيك متقلب اليوم ما بين روتيني ونشيط في تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك ونقاشاتك كلها تقريبا بتكون بشكل روتيني فعشان هيك يعني بتتصاعد للإيجابية ولكن إجمالا هي على طبيعتك أنت بتتحرك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الأجواء إيجابية بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم في بعض الاهتمامات المنزلية أو أمور إلها علاقة بأحد أفراد العائلة أو اهتمامات بيتية كدكور تصليح أو مساعدات برضو إيجابية بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي في ساعات المساء ممكن تظهر بعض المسائل الإيجابية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع الأجواء تقريبا يعني متقلبي خلال هذا اليوم ما بنشوف فيها نوع من أنواع الضغط لغاية ساعات الصباح فبتحمل لك نوع من أنواع الحدية أو حدية بالطباع أو الخلاف مع الشريك شريك كان زوج أو شراكة عاطفية أو مالية ولكن بعد الظهر بتتحسن الأجواء وبترجع أنت إيجابي أكثر فممكن تتراجع عن قرار سابق خلال ساعات ما بعد الظهر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة خلال هذا اليوم على المستوى الأموال المشتركة بتسبب لك نوع من أنواع الحدية ممكن مطالبات مالية أو مسائل مالية معقدة شوي هيك تتطلب منك الجهد ولكن بعصبية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا أقل حدية من الأمس على بيت الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يجيك خبر جيد خلال اليوم وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمراسلات أو الاتصالات البعيدة أو الامتحانات الجامعية ولكن إذا عندك امتحان جامعي أو حتى مدرسي بدك تهتم بالدراسة ما ترتجل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تتعاون أنت وزميلك أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الأعمال المهمة وبتكون برضو جيدة جدا أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فروتيني يعني بتتعامل مع أصدقائك وعلاقاتك بشكلك الطبيعة أو بوضعك الطبيعي أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء تقريبا إيجابية يعني بتدعمك بقوة ممكن تنجز بعض الأعمال وتهتم ببعض الشؤون الصحية ولكن بشكل روتيني مرج السرطان ابتجتازوا يوم إيجابي بيبحث على البهج والإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز يعني ضع مخاوفك جانبا ما تتهرب من الأمور الأجواء تقريبا مناسبة للتلاقي وتعارف والحب الغرام يعني تعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر لأنه بما أنه القمر موجود في البيت الخامس أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا إيجابية على المستوى النفسي تقريبا أنت اليوم مشحون بطاقة أكثر مستقر نفسيا أكثر حتى بطريقة تعاملك أو اهتمامك بنفسك بيكون غير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا داعمة على المستوى المالي فعشان هيك ممكن تهتم ببعض المسائل المالية اللي بتجيك من عمل إضافي أو رديات مالية أو اهتمامات مالية ولكن بقول لك أنه دير بالك أنه يعني لفترة هاي شوي ممكن أنه هيك تحمل نوع من أنواع المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك تكثر عندك الاتصالات ترقلات الحركة خلال هذا اليوم وفي أخبار إيجابية برضو بالنقاشات ممكن أنت تثبت حقك أو تدافع عن حقك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء برضو إيجابية ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة المنزلية خلال هذا اليوم وصير في تلاقي أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس تقريبا روتيني لغاية ساعات المساء يعني إنجاز أعمالك بيكون بشكل روتيني على طبيعتك اهتمامك بصحتك برضو بكون نفس الشيء في ساعات المساء ممكن تظهر بعض المسائل العملية أو الصحية الإيجابية لإلك أما بالنسبة للبيت السابع فهو قوي جدا على مستوى بيت الشراكب يدعمك مع الشريك فبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أو حل بعض المسائل اللي كانت صعبة بالفترة الماضية أو ممكن تتراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك برضو على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بالدفعات أو القروض أو الاهتمام بالمؤسسات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط لشيء له علاقة بخارج البلاد أو بأشخاص خارج البلاد أو بتكثر عندك الاتصالات ولكن ممكن الشكاوي اللي من الطرف الآخر شوي هيك يتنزل من طاقتك يعني شيء بسيط ولكن إجمالا لغاية ساعات العصر بعدين الأجواء بتصير روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء الجيدة بتدعمك على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو رح يحقق بعض المسائل اللي لها علاقة بإيجابيات بالعمل ممكن مديح أو ثناء على إنجاز بعض الأشياء بشكل إيجابي خصوصا في مجال العمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو تقريبا روتيني ولكن في ساعات المساء بصير إيجابي وبدعمك بقوة وهذا ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو قوي جدا عشان هيك عندك قدرة اليوم تنجز كثير من الأعمال اللي عندك وعندك قدرة على الاهتمام بصحتك أو ببرنامج غذائي أو بصحة أحد الأحبة أو المعارف برج الأسد ابتنهمكوا في إدخال تعديل على مساكنكم منكم ممكن يغير سكنه بتميل أفراد العائلة إلى مديد العون لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ابتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية تبدو قلق تتذمر لأقل إشارة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا إيجابية على المستوى النفسي يعني عندك روتينية هي شيئا ما ولكن تحمل بإستاعات ما بعد الظهر بعض الإيجابية لأن القمر بصير يتجه باتجاه بيتك الخامس فبيعطيك دفعة إيجابية وخاصة من ساعات ما بعد الظهر أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي في بعض النشاطات المالية أو الاهتمامات المالية خلال هذا اليوم ولكن بغلب عليها نوع الأشياء اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو دعم مالي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني انتصلاتك تنقلاتك بتكون على طبيعتها ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس تقريبا عاطفيا روتيني ما في أي شيء إيجابي أو سلبي ولكن في ساعات المساء ممكن يعني الأجواء هيك النفسية العاطفية تظهر عندك أكثر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة فعشان هيك ممكن أنك تقصر بعملك أو يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم أو أنت ما تنجز كل الأعمال بشكل كامل إلى غاية ساعات ما بعد الظهر بعدين بصير عندك حماسة للتحرك أو إنجاز بعض الأعمال الضرورية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي تقريبا اليوم أحسن من يوم أمس يعني بتعطيك نوع من الدفعة أو المصالحة أو التراجع عن قرار سابق أو إشي يعمل تقارب ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط على مستوى المعاملات أو الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو المؤسسات التعليمية أو حتى الامتحانات بدها استعداد وفي النقاش بدك تناقش بلباقة وتكون جاهز ومستعد وفي نفس اللحظة في أثناء تنقلاتك بالسيارة بدك تنتبه خوفا من أي طارق أو حوادث أو أعطال بالسيارات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم على إنجاز بعض الأعمال المهمة والضرورية إذا كنت بتشتغل بشاركات الكبيرة أو المؤسسات الكبيرة وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو قوي فعشان هيك يعني بدعمك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بتعاون مع صديق أو زميل أو ممكن يصير تعامل ما بينك وبين أصدقائك وزملائك خلال هذا اليوم أو لقاء أو دعوي أو عشاء أو عزومي معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فشايف الأجواء روتينيين ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي معناته إنجازك للأعمال ولا صحتك رقابتك لصحتك بتكون على طبيعتك برج العذراء بتنشطوا اليوم في الدراسة وأمور إلها علاقة بالتنقلات أو السفر القصير أو الاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة لتعزيز العلاقة مع أخ أو جار بتقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة بتتمتع بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا على المستوى النفسي شيئا ما أحسن من الأيام الماضية يعني بتكون مشحون بطاقة إيجابية وخصوصا من ساعات الظهر بتنشحن بطاقة أكبر وبصير عندك ثقة بنفسك أكثر أو ممكن تصل لاتفاق أو لقرار كان صعب أنك تتخذوا بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي ولكن بتكثر بعض المصاريف أو الدفعات خلال هذا اليوم ممكن تحصل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو أمور الحلاقة بالهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع جيد على مستوى البيت بدعمك بقوة ممكن تهتم ببعض المسائل العقارية أو الاهتمامات البيتية تصليحات ترتيبات أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بيكون جيد ولكن بدك تدير بالك من حدية الطبيعة أما بالنسبة لبيتك الخامس برضو بدعمك على المستوى العاطفي وبعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب أو ممكن بعض الأمور العاطفية اليوم أو علاقة مع أحد الأبناء تنجزها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فشايف الأجواء تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السابع الأجواء بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم خصوصا ما بين الشركاء كمصالحة أو تقارب إلا أنه في ساعة الصباح بيكون الجو روتيني ولكن إذا كانت في مصالحات أو تقارب ما بينك وبين الشريك بيصير من بعد ساعات العصر أما بالنسبة لبيت المتاء يعني بيتك الثامن فأنا شايف الأجواء برضو روتينية على مستوى الأموال المشتركة تعاملك للبنوك أو الأموال اللي ما بتعود لك بتتعامل فيها على طبيعتك ممكن تظهر بعض المسائل مساءا أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو ضاغط بقوة سلبيا فعشان هيك ممكن بتحملك خبر من خارج البلاد سلبي أو بستفزك أحد الأشخاص خارج البلاد أو ممكن أنه يتأخر مراسلة أو أوراق قانونية أو معاملات أو أمور إلها علاقة بالقضاء أو المحاكم أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم بتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل وممكن تنجز بعض الأعمال اللي كان صعب أنك تنجزها خلال الأيام الماضية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو قوي برضو بيدعمك بقوة للتلاقي أو للتقارب ما بينك وبين أصدقائك أو معارفك أو ممكن أنه يصير فيه دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعف فأنا شايف روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك تكون الأجواء دعملة إليك ممكن تنجز أعمالك وتراقب صحتك بشكل روتيني خلال هذا النهار برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك ووظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على بعض الأرباح من جهة أجنبية أو غريبة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا عن مستوى النفسي جيدة بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فثقتك بنفسك عالية جدا وممكن أنك تعمل بعض التحسينات أو التغييرات على مستوى الشخصي يعني زي لبس أو قصة شعر أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث الأجواء تقريبا منقدر نحكي روتينية يعني ما فيها أي شيء اتصالاتك وتواصلك وتنقلاتك كلها بتكون بشكل روتيني ولكن في ساعات المساء ممكن تظهر بعض المساء اللي تنشط فيها بالاتصالات أو بالحركة أكثر أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى أمر البيت أو أمور البيت أو العلاقات المنزلية جيدة جدا وممكن اليوم يحمل لك خبر سار بتعلق فيك أو في أحد الأبناء أو بحدث ممكن يصير منزلي جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي بالنسبة للبيت السادس برضو على مستوى العمل والصحة روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيت الشراك المالي والعاطفي جيد بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم فبيعمل تلاقي أو تقارب ما بينك وبين الشريك بشكل قوي جدا خلال هذا النهار يا مصالحة يا إما نوع من أنواع الإنسجام أما بالنسبة لبيت الثامن تقريبا روتيني لغاية ساعات المساء بعدين تظهر بعض المسائل الأموال المشتركة اللي لها علاقة بإما بدين أو قرض أو مساعدة أما بالنسبة لبيت التاسع فالأجواء ضاغطة لغاية ساعات الظهر أو العصر بعدين الأجواء بتصير إيجابية بتدعمك بقوة ممكن اتصال من خارج البلاد أو يعني أمور العلاقة بالمراسلة أو بالنقاشات اللي بعيدة بتكون جيدة أما بالنسبة لبيتك العاشر بيدعمك بقوة فبتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل وبرضه بتقدر تدافع عن سمعتك بشكل قوي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني والأصدقاء والمعارف والمناسبات أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تهتم بصحتك وبعمالك بشكل جيد أو على حسب طبيعتك بتكون خلال هذا النهر مرج العقرب طبعا القمر بما أنه موجود عندكم معناته اليوم أنتم نشطون وحيويون وبينجذب لكم أفراد الجنس الآخر بادروا له خطوة جديدة من شأنها أنها تدعم مركزكم الاجتماعي تستفيد أو تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات بتتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي بالفعل يعني فترة أو يوم من الأيام الجيدة خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الأول فكما ذكرنا بالنسبة للبيت الثاني جيد على مستوى الأمور الأموال فممكن تحصل بعض الأموال أو تهتم ببعض المسائل المالية اللي بتكون إيجابية واللي بيشتغلوا على مستوى اللي هو العمل الروتيني أو العمل البنكي أو العمل الإضافي ممكن يحصلوا بعض المكاسب خلال هذا النهار أهم شيء أنه في بعض الدفعات أو المصاريف يعني بدك تهتم فيها ما فيه داعي للمصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والحركة أنت نشيد جدا خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الرابع أجواء المنزلية شوي فيها نوع من الحدية أو القلق على مسألة معينة أو بيكون فيه أعباء أو أعمال كثيرة يعني بتطلب منك جهد كثير أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس بيت الصحة تقريبا نقدر نحكي أو العمل روتيني يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي في ساعات المساء ممكن تظهر بعض المسائل العملية يعني الإيجابية اللي بتثبت جدارتك فيها أما بالنسبة للبيت السابع فهو قوي جدا بعلاقتك ما بين الشريك بينك وبين الشريك يعني بتعمل تقارب أو تلاقي بشكل قوي بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن حتى على مستوى الأموال المشتركة والبنوك والقروض والأمور هاي كلها تقريبا الأجواء إيجابية وبتساعد وبتدعم على مستوى هذا المستوى أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأمور ضاغطة ضاغطة بسلبي لدرجة أنه ممكن يعني بتكون قلق على أحد الأشخاص خارج البلاد أو بعض المسائل اللي إلها علاقة بتعطل أوراق قانونية أو معاملات أو بيكون فيه امتحانات صعبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة بيدعمك بقوة بيعمل تقارب جيد ما بينك وبين زملاءك ورؤسك بالعمل بالنسبة لبيت الأصدقاء والمناسبات روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتك بتتعامل أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو قوي جدا فعشان هيك بتحمي نفسك بشكل جيد خلال هذا اليوم سرعة بديهتك عالية وفي نفس اللحظة بتقدر أنك أنت تنجز أعمالك حتى لو كانت كثيرا ما بتخليها تتراكم عندك نشاط عالي وبرضو اهتمامك بصحتك بيكون عالي مرج القوس يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة ابعد عن المغامرات والرهان على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم مش أنك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحظوظ يعني ظل يوم وبعدين الأمور بتصير إيجابية وبما أنه بيضغط على بيت المتاعب معناته رح يضغطك حتى على المستوى الشخصي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة يعني بتحملك بعض المسائل المالية الجيدة خلال هذا النهار اللي بتيجي مع عمل إضافية مستردات مالية مكاسب مالية ولكن بتكثر فيها المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني اتصالاتك تنقلاتك كلها بتكون على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء تقريبا روتيني برضو ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت العاطفي تقريبا ممكن تظهر بعض المسائل العاطفية أو عاطفتك تصير يعني قوية شوي في ساعات المساء يعني من ساعات المغرب تقريبا بتصير العاطفي أقوى بالنسبة لبيتك السادس جيد على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل ممكن تنجز كثير من أعمالك خلال هذا النهار أو تهتم ببعض المسائل الصحية الإيجابية بالنسبة للبيت السابع برضو جيد على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية وبيدعمك بقوة للتراجع عن قرار سابق أو للمصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة ما زالت الأجواء مش قوية كثير ولكن ممكن يظهر أمر في ساعات المغرب بهيك يكون فيه نوع من أنواع بصيص الأمل أو الإيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع فما زالت الأجواء يعني على المستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد لغاية ساعات الظهر فيها نوع من أنواع الحدية أو بتسمع عن خبر ممكن يزعجك أما في ساعات ما بعد الظهر بتصير الأجواء روتينية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد وبيدعمك بقوة بيعمل تقارب ما بينك وبين زملائك في العمل أو رؤسائك بالعمل وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبيعمل لك تقارب أو تلاقي ما بينك وبين الأصدقاء وممكن دعوة لحفلة أو مناسبة أو لاجتماع أو لقاء مع الأصدقاء خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب برضو روتيني فعشان هيك بتنجز أعمالك وبتهتم بصحتك بشكل طبيعي مثل ما أنت بتتعامل مع نفسك بالضبط برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص ممكن ترتاحوا إلهم أو لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون للمشاركة الفعلية اختنس لإعلان رأيك والحصول على موقع معين تفاعل مع المسؤولين بمرونة طبعا هذا آخر يوم بدك تحاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما يوصل القمر زي ما حكينا للعقرب للقوس بيت متاعبك فعشان هيك الفترة الجاية رح يكون فيها نوع من أنواع صعوبة فبدك تكون مستعد أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى النفسي أنت اليوم أحسن برضو مشحون بطاقة إيجابية ثقتك بنفسك قوي جدا خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الثاني برضو بدعمك على المستوى المالي ممكن اهتمامات مالية أو بعض الدفعات أو الأمور المالية اللي ممكن تهتم فيها ولكن بيكون أنت مسيطر على الوضع أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني اتصالاتك مواصلاتك تنقلاتك كلها أو حواراتك بتكون على طبيعتك على المستوى البيت الرابع بيعمل تقارب متقطع ما بينك وبين أفراد العائلة أو تقارب أو ممكن يعني هيك نوع من أنواع المصالحة أو المواددة اللطيفة هيك اللي بتقارب ما بينك وبينهم بالنسبة للبيت العاطفي بيتك الخامس جيد يعني عاطفيا أنت قوي جدا خلال هذا النهار وممكن تظهر بعض المسائل العاطفية أو تقارب ما بينك وبين الحبيب بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ومستوى الصحة برضو روتيني ما فيه أي شيء سلبي بالعكس يعني أنا شايف فيه إيجابية بتيجي في ساعات يعني المساء أو في ساعات عند المغرب أما بالنسبة لبيت الشراكي فهو قوي بعمل مصالحة أو تقارب ما بينك وبين الشريك أو تلاقي على مسألة معينة يعني الأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن بيت الشراكي المالي والعاطفي فهو بيت الأموال المشتركة فأنا شايفه تقريبا روتيني ما فيه أي شيء إيجابي ولا سلبي ولكن فيه ساعات المساء ممكن يعني تلوح في فرصة معينة أو خبر معين ممكن يعطيك إشارة جيدة لدعم مالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة نسبيا لغاية ساعات الظهر فممكن يعني مشاحني أو خبر من خارج البلاد يستفزك أو تقلق على أحد الأشخاص خارج البلاد أو بعض الأوراق اللي أنت بتبحث عنها بعد ساعات الظهر يعني عند ساعات الظهر تقريبا الأجواء بتصير روتينية وممكن يصير فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني اللي تدعمك بقوة بالنسبة لبيت السمعة قوي جدا وبيدعمك ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أو ممكن يوكلك عمل اليوم تنجزه على أكمل وجه بالنسبة لبيت الأصدقاء زي ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عشان هيك منقول لك اليوم يعني بتبلش حدية هذا البيت تظهر عشان هيك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة اليوم ما تخليها تتراكم عليك وبرضه بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد برج الدلو يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين عليه اللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته نير رضى المسؤولين حافظ على هدوعك ما تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة تمتحنك أهمش إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا على المستوى النفسي روتيني لغاية ساعات المساء بعدين بتصير إيجابية يعني ما فيه أي شيء لا سلبي موجود أما بالنسبة لبيتك الثاني على المستوى الأمور المالية ممكن تظهر بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم دفعات اهتمامات تحصيل أموال أو أشياء من هذا القبيل ولكن إنه فيه مصريف الزياد يدير بالك منها بالنسبة للبيت الثالث الأجواء تقريبا على طبيعتك باتصالاتك مواصلاتك تنقلاتك كلها بتكون على طبيعتك ولكن فيه ساعات المساء ممكن تنشط أكثر بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى أي شيء له علاقة بالبيت أو العقارات ممتاز جدا أو أفراد العائلة أو أخبار إلها علاقة بالعائلة برضو ممتازة وابتدعمك بقوة بالنسبة للبيت الخامس تقريبا الأجواء الروتينية على المستوى العاطفي ما فيه أي شيء إيجابي أو سلبي ممكن في ساعات المساء تظهر مسألة عاطفية قوية أو اتصال يسعدك أما بالنسبة للبيت السادس تقريبا على مستوى العمل ومستوى الصحة متقلب ما بين روتيني وقوي خلال هذا النهار فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية أو يظهر لك بعض الفرص العملية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكي بيدعم علاقتك مع الشريك وبيعمل تقارب ما بينك وبين الزوج أو شريكك بالمال وممكن مصالحة برضو أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني أغلب النهار لغاية ساعات المساء بعدين ممكن تظهر بعض الفرص اللي إلها علاقة بالدعم المالي أو المسائل أو تنشط أنت في اتصالات لتحصيل مكسب مالي أو دعم أو نوع من المساعدة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة بتدعمك خلال هذا النهار باتصالاتك لبعيدة أو تنقلاتك أو الاهتمام في بعض الأشخاص خارج البلاد أو أوراق قانونية أو إقامة أما بالنسبة للبيت العاشر فبيدعمك على مستوى العلاقات أي علاقاتك بزملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار بمساعدتهم مثل ما ذكرنا كمان في بداية التوقعات عن هذا البيت أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو ضاغط خلال هذا اليوم يعني ممكن خلاف أو سوء تفاهم أو حدية أو انزعاج من تصرف أحد الأصدقاء لغاية ساعات الظهر بعدين الأجواء بتصير روتينية يعني على طبيعتك بتكون أما بالنسبة لبيت المتاعب فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وفي بعض النظرات هيك بتكون بالاتجاه الجانب الصحي مرج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطف مع أحبائكم يوم مناسب لإجراء مقابله بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جيدة هاي فترة ممكن تتلقى فيها إشارة أو خبر سار هي من أجمل أيام الشهر بتكون الفترة الدينماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك بقوة بتعمل نوع من أنواع الثقة بالنفس لزيادة وممكن برضو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلهي علاقة إما بقصة الشعر أو بلباس جديد أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء تقريبا جيدة بتدعمك برضو على مستوى المالي ممكن تحصل بعض الأموال أو تهتم ببعض المصاريف أو الدفعات خلال هذا النهار ولكن بتكون مسيطر على الوضع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة بالنقاشات والحوارات والاتصالات والمواصلات والتنقلات وحتى بالامتحانات المدرسية بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ضاغطة على مستوى البيت ممكن مسؤوليات أو أعباء أو اهتمامات أو قلق على مسألة معينة يعني ضاغط على المستوى البيت وأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت العاطفي برضو في نوع من أنواع الضغط إما قلق على الحبيب أو بعض المسائل العاطفية اللي بتكون فيها مشاحنات أو سوء تفاهم أو أشياء من هذا القبيل أهم شيء أنه تبعده عن الشك والغيري والأشياء هاي أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل ممكن يتراكم عندك العمل أو يكون عندك أكثر من عمل في نفس الوقت فعشان يمكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تتعب جسديا وبرضو بدك تهتم بشونك الصحية بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية الأمور جيدة وبتدعمك بقوة فهاي بتحملك بعض الأشياء الإيجابية وتقارب ما بينك وبين الشريك يعني قوية جدا أما بالنسبة للبيت الثامن برضو الأموال المشتركة بتلوح لك بعض الفرص ممكن كمساعدة أو دعم أو نوع قرد بنكي أو أمور إلها علاقة بتأمين ضريبة كلها هاي قوية أما بالنسبة للبيت التاسع تقريبا الأجواء ضاغطة على مستوى البيت التاسع لغاية ساعات الظهر فعشان هيك بتحمل بعض السلبيات من الاتصالات البعيدة أو القلق على شخص خارج البلاد أو تأخير مراسلة أو أوراق قانونية ولكن بعد ظهر الأجواء بتصير إيجابية تحملك بعض الفرص القوية أما بالنسبة للبيت العاشر يعني حاول أنك ما تتأخر عن دوامك حاول أنه يصدير فيه نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين زملائك بدون حدية طباع أو عصبية إنجز العمال الضرورية وما تشوه سمعتك خلال هذا اليوم وما تغامر وما تخالف القوانين بالنسبة لبيت الأصدقاء بيدعمك بقوة برضو وهي بيعمل نوع من أنواع إما صديقي جديد بدخل على حياتك أو تواصل مع أصدقاء أو معارف نوع من أنواع الدعم أو يدعموك في مسأل معين أو يساعدوك في أمر معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة بيساعدك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية أو قدرتك على تقسيم الوقت لإنجاز بعض الأعمال وبرضو بعطيك قدرة على الاهتمام بصحتك أكثر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء